نسمع فيه ونشوفه فيه ونعشوفه في شمسة فهم الله يشوف فهم الوضعية من الشمسة فهم وفهم الوضعية بشكل عام متع التكليف متع الديون نرسل لداع والتلفزي نذكر بحاجة وطوري حطرها سابقا لك المشكلة الوقت ما يسمحش بتغييرات كبرى 40 مليون دينار بالمناسبة هي المداخيل متع الفاتور متعضو الماء هذيك اللي حطوا فيها معناها التلفزة وليداع والكل يمشيوا طبعا للتلفزة التونسية والليداع تونسية ما نشهدد كون التلفزة التونسية والليداع تونسية يخدم مبالغ كبير أما رأي مبالغ فاها وفهم أشكال تعليق بحوك معدد كبير موظفين وكذا روي زمنهار ما نحكيش على الحكومة دي شاء الله يمشي نظام قيسة ما نحكي بشكل عام على التغييرات نتمنوها لتونس هو كون تسير تغييرات في المؤسسة هذه وجزء من المداخيل هذه اللي هي زادة سنة بالمناسبة يفترض بش تزيد تمشي للقطع الخاص العود نفاهم التونسة اللي يستغربوا وعليش نحكي على القطع الخاص خير ملياقوا تحت تأثيرات أصحاب مؤسسة ولا غير هيخدموا بأغراض سياسية ولا تغطي على مخلفاتهم ولا غير الوضع للبائس يعاشينه نحن عاشت السنوات تذي قد ما تعتهم باستقلالية أكثر القطع الخاص وتصرف انتي قد ما يكونوا مرتاحين بالنسبة للديوين رأوا كلام وصحيح هل يقول فيه خطر هو كموش عمومية وكموش عمومية ديوين ما عندوش دخل هو روف الحسابات على الدولة الدولة كنت تدعم هي تأخذ الفلوسها ديكا في بلاسة الإذاعات الخاصة وتليفة زادة وتمشي تسببها في الديوين هذا المفروض أنا أقول مش الكل مع الأقل نسبة صغيرة يخلصوها القطع الخاص معناها الشركات سمحني الشركات لكلها أو بالأحرى المؤسسات الأعلامية لكلها والدولة كما البقية للديوين بش مفلس هذه هي ان نبدو متفقين وهذه هي قواعة حص التصرف في المنشات العمية وحاجة أخرى حكيت لي فريقونس شبه هاد عندو برشة في البلايس كولي والآخر ما عندوش كل هذه يرون ملفز وميتحل وحاجة الثالثة الأشهار وما أدراك ما الأشهار في قطاع السامع والبصر نهارتي تريق الأمور هذه الكل شمسة فانب قطع نضرب شروة وخواصة ولا ما شرواش ولا تأخذ الدولة واللي هو رابش حل مشاكلها من جملة مؤسسة أخرى وممكن بعض مؤسسة تفشل شمس بالذات ما عنداش على شو تفشل حاس معلوماتي أنا ما عنداش على شو تفشل فما مشكلة البيبسيتي حاكم أبقى تربي وتنقص المصاريف هذه بدعم من الدولة اللي خلاص فيها المواطن أنا وانتي بفاتورة تمتعنا ووقت تعمل القانون حبا نذكرت وانسا روى تعمل ووقتها ما كانش على قطاع خاص طوى تعمل قطاع خاص وبرشة ضغط عليه مشكون يمول مشكون يسيطر عليه الكل بالعكس قد ما الدولة تعمدي جاس من نوع ذي مع تلابزه الإذاعات قد ما يكون وضعنا أحسن وان شاء الله مشكلة الشمس ستحل في أقرب وقت مهما كان الحل إذا فم إيرادة وإذا فم جدية معناها حتى ساعات ما كشف تردي الناس كل بقرارة ما فم قرارة يجب أن يتخذش شيء ثابت ما يجب أن يشتفلس ما يجب أن يتيح وعندك في الأثناء قبل ما تحل المشكلة هذه عندك ناس يجب أن يخرسوا زادا ما يجب أن يغسلوا وفي الأخر زاد الدولة معنا وقتها صادرة زادا تحمل المسؤولية شكنا لك محمد عبو خلينا نبدأ بأهم الأحداث والحدث البارح زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ثكنة لعوينة وكان نتكلم قدام الحرس الوطني هات خلينا نسمعوه ونسمعو كيفاش تتحدث قيس سعيد رئيس الجمهورية البارح من ثكنة لعوينة على المحاسبة واجبنا المقدس أن تتم محاسبة كل من أجر ما في حق هذا الوطن وفي حق شعبنا ولا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة لابد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة نحن اليوم وأقولها أمامكم نخوذ معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة وكفاء من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم ومن يدبرون الجرائم في المستقبل كما حصل في عدد من المناطق في الجمهورية ولا يمكن أن يترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو يبقى خارج دائرة أي جزاج برشة سأل محمد عبو بعد ما سمع رئيس الجمهورية البارح من ثكنة لعوينة خلينا نبدأ بالشكل الخطاب اللي كنا نسمعه فيه خطاب خلينا نقوله سياسي لكن هل من ثكنة نجمه نحكيه على المحاسبة هل من ثكنة نجمه نحكيه على القضاء هل من ثكنة نجمه نحكيه على خصومنا السياسي ديما يبقى السؤال المحوري في علاقة بالأبقاء الصعيد شو رقات يقول فيه الساعة قبل كل شيء يقوله في ثكنة يقوله في أي بلاس يقوله حتى بينهم بيرروح شوية جدية معناها الحقيقة وسننا اليأس معناها ما عادش فيها في الموضوع دي يقولها في ثكنة وقته هو عنده صلاحيات تتعلق معناها بالوزارة الداخلية ككل بالحرص بالشرطة بالكل وقت انت عندك الامكانيات هذه باش تكشف الحقيقة وكل مرة تقعد تهدد وسنكشف ماذا نقوله لي سنكشف ماذا هي حشب؟ ماذا داخلك رئيس الجمهورية الموضوع دي تعطي تعليماتك يفترض رئيس مفرول تعطي تعليماتك وتخلهم يخدمون الروح ويجبون الحقيقة ويخرجونه للتوانسة بحيات زادة ماذا داخلك انت في التفاصيل تتنهارك وتعافي حسابة سياسي طوال فما شكون غرق المركب شعملوا مشكلة لهو ويخرجون الناس يتظاهر وعطوهم فلوس تشوف هذه يراوة بصراحة معيبة حتى لا يحب شي جاوب بخطر الحقيقة ما لقيتش عبارات مناسبة للتجاوب هذه تعطيها قدر التونس اللي من ستة وخمسين ولا من سبه وخمسين وتصرف وتنفق لأخير يشتقر يولاده مش في الاخر ياسمه واحد يفترضك من الرئيس الجمهورية يحكي له في الحكاية دي مرة ثين ثلاثة تتعدى مش الدرجة دي تكلام ما يصدقه حتى عاقل وصلنا في الابحاث وحاجة اخرى ان الولي يشك فيلي ويحمي في ناس طول الدرجة دي معقد المسألة متاع جرجيس فما شريمة ما فماش ما فماش ما فماش فما فما اذا فما روت حالو على القضاء هكا اللي مور تمشيرها اشن هو هالتعقيدات ونقبوها الفلوك ومنقبوهاش ما عاملية من العمليات دارت بشكل سيء فما شكون تفن زادة بدون ترخيص وذي فاية شريمة بحد ديتها شكون اعطاء تعليمات ما فماش انا كنا سموه هكا بالمنطقة بتاعه هو يعني شيطان واحد في يجيبه يتصور سوى الظن عند الاخرين نقول كماله هو على علم بشكور يخذ القرار وما حبش يخذ فيه قرار اما خطره هو اعطاء تعليمات او واحد من المقربين منه او يحب يحمي بعض العوان برا تبق القانون ومش انت يا اصلا تبقه القضاء يتبق القانون يخرج يقوله وين نوصل والا وزار داخلية بعد السرخاء يقولون او وين نوصله اما ديه نسمع فيه هو الحقيقة ما عاشق بصدقه حتى احد مقاو كعبتين معه في البلاد يلا غالب البساطة وفي تفكير دخلوهم يصدقوا اي شيء كل ما رايحك حكيك ماذا يرون باش معقول شو الهدف؟ والله يشوف كان ترالي هو الخروج انتاع والبارح شوف اي واحد احكم تونس قبل حتى عمل حاجة اسوء منها ما فماش تعرف الهدف بتاعه وكان قايا سعيد فما حد فهم انت عندك في تاريخ واحد كان ياخذ في قرارات في تونس بنعرفوش حتى المجرمين اللي حكموا قبل الثورة ولا اللي حكموا قبل الثورة بنالية تعرفوش يحب حتى كينتاك حقوق السين تعرفوش نحب يوصل هذا ما تفهموش يحب بالضبط والله ما فهمناهوش بالحق دعو كون واضح وانا نقول لتوانسر وفهم ما سير في الموضوع برشا فهموا او البعض فهموا انه لمحاولة خالينا نقولوا نغطيوا على نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية بدورها لول ودورها الثاني ايه ما الدولة ليس العبارة هو المرة يحكي حكاية من نوادية ليس المرة يخرج على موضوع جريس الناس حاشتها بالحقيقة لقد فهم لا ينسي بالعدالة وفهم قضاءة سيب وخلي يتكلم وينوصل لا يكشل القضاء عنده بدو عرقيل ما عندي حتى معلومة اما في الاخر رأي فهم معلومة كيف تخرج ورأي قضايا هذية متع دف الناس وكل رأي كنت عندها ماضي في تونس هذا الغط يسر على العوان ساعات خليهم بعضهم يتجاوز لاني ما عندي حتى ربع معلومة بشي حدي فهم عندي معلومة ما عنديش نشوف فهم حاجة غامضة وهو على علم به كان يطلع في الموضوع متاعب السلطة اللي عنده ذي الكل ما علموش توليفهم مشكلة وقت به خلينا نرجع الى الانتخابات التشريعية قيس سعيد رئيس الجمهورية مواصل في المسار متاعب يسمى مسار 25 جويليا وحتى في لقاءه برئيس الحكومة نجلة بودن ما أنكرش وأنكر بريتو ومحكيش على فشل الانتخابات وفشل وخاصة نجم يترجم بضعف المشاركة في الانتخابات هذي نذكروا 11.4% ما قالش قال جوز انه هو مواصل في المسار متاعب ومحكيش على فشل تسعين بالمئة ما مشاوش لأنه مكرهوا العمل البرلماني هو شوف معاش واحد حسب رأينا الحقيقة نسمعه وخاترنا سياسيين مضطرين لما توانس ما تسمع وشبر ما هو السريو بالكل معنى غالب هذي هو ما جانيناه على أنفسنا من القبل الخبس وعشرين واختخب الفيز ورا الفيز ورا الفيز ويغلط اللي يعمل اللي يحب ويفز وإستطال لك عسابات وما تتكلم مش انتي كمواطر ولا تتكلم ساعات في أمور عباثية ومش حتى وضوح فمش حتى تيخذ موقف واضح على الأقل معاش تصوت النوعية ناس دومه ونضغته من ناجي المحاسبة ما صارش صار الحل ستنائي اللي كان مبرشة ناس وناولهم ولا أغلبهم ولا أغلب تواصف وقت ونقوط مع أي برأ استجراءات ستنائية خليتغيل أمور ونحسوا اللي فهمة دولة نهبتنا رجعنا مش اللقطة سفر رجعنا قبل السفر ما داي هو ريقاتي ينقص فيه لك مزمش ياخدوا ياسر ووسر يو الكلام اللي قاعد يقول فيه لحقيقة ما عنده حتى معنى يغطي ولا ما يغطيش بالنسبة الكره الناس للبرلمان نعود نقول التوانسر والبرلمان كانت فيه اشكاليات تتعلق وكذا مشتها وقاعدين نقول فيه هذي كواقعة تونس يصول حد من وقتها وما صار حتى حد يختفي قرارة مناسبة هذا اللي حبنا يسير اما تشوي البرلمان على حكاية ثلاثة حداثة متع عنف والغيرة على انها حاجة قديرة ومش نضيفة ومش تصير ببرلمان تونسي يحبو يختلف على برلمان الدول الاخرى حتى بما في ذلك ديمقراطية اللي فيه للعنف وما نحن لا نحبوه أما ليس هذا السبب هو لماذا يركز عليه برشة مرات قالوا عنف والدم وسيل وكذا وكذا يعرف مبساطة من التفكير ومتع جزة كبيرة من الولاد البلاد التي قلت لك لا صرف عليهم الدولة مليارات يعتقدون هذه كمشكلة البرلمان ليس مشكلة البرلمان مشكلة حل بالقانون ترفع عليهم الحصانة بالضغط بالذي تحب هو رئيس الجمهورية كان حاجت في وقتها لتعادة مع هذا رئيس عددت للي عرق اللي عمل المطالب اللي وليعتدي على زملاء زوز حتى في عهد هو قبل 25 ما هي هم قضية هم قضية كونه فعلا فهمش يحمي في نواب بالحصانة ليس صحيح ليس عدد كبير أما فهم عدد محترم من النواب اللي من المفروض يتحالوا على القضاء وليس صحيح كانوا بعض القوانين ليس لكلها زادات وقلناها نحن ودارت علينا وقال لك القوانين كل بالفلوس لا ليس قوانين كل بالفلوس فما بعض القوانين فأشبها قلنا نحن رأي مثلا سامي عب وعيتولا سيشاهدت في الموضوع ذا سمعوها تحكي بتلفز وعيتولا وعند قاضي محترم وماشي في ثنية صحيح هم بعض نحن القاضي هذه صحية هدايا ما قبلها 25 جويل إذا هم كنت يجيب يتغير بتركيبة على البلا مان هذه لم يمش يكونوا فاسدين طبعا هم القبل لم يكنوا كلهم فاسدين هم لم يكنوا فاسدين فهذا سوء لم يكنوا محترمين لم يكنوا خلقنا البلاد وغادرنا المحترمين لم يكنوا قليلا لم يكنوا فرصة بإمكانك تعمل فلوس ولم تحاسب بإمكانك تعمل هذه واقعة العالم والبشر كما خلقنا ربي هذه واقعة تونس كانوا لا فهم لدولة لا فهم القضاء لا شيء فهم الدولة والقضاء والقضاء ويطلعوا ماذا تنجب بالرأسها معناها يطلعوا كلهم ناس وزهاء ونضعفوا حتى فهم وعلى المشهد العام والمساوبة الخطاب والعنف والكل شيء قلت لكم ربما يعملوا قيس وكالنا وقال لك البرلمان لأخر مشكلته ثلاثة مرات صار فيه عنف وينقص العنف وكي تبدو نفهم كاميرا هذه ربما الفلسفة قيس سعيد لماذا زال ما قال لهم لذلك ذكروا كلم كلم كما حشتنا تغيير واقع وهذه فرصة غلط لكم قيس عيد وقبل وغلطوكم برشة سياسيين الذين تراجعوا في كلامهم قال المشكلة ليس في الدستور ايش من رجعون تسجيلاتكم جزء كبير منكم قلت لتوانسر المشكلة في الدستور وتوانسر ليس أغلبيتم يفهموا في دستير ولا تجارب مقارنة رغم الانترنت تتطور كبير رافي عند شباب وغيرهم يعمل في روشال الأغلبية هي سهل كما تتبثوا الناس سياسيين وعلميين وكل شيء لحقيقة فأوليت المشكلة الدستور ليس دستور هم كون يقال لكم المشكلة الدستور لحكم مقبل القائص عيد كل ما يفشل يزمي فركس على المبرات هم زاد خلقوها حكاية المبرات والله المشكلة مش فينا واضطرين بشحكم مع الآخر والمشكلة في الآخر وكما جدو دستور ونظام انتخاب غلطوكم مش مشكلة ونظام انتخاب المشكلة كانوا أغلبية فازة أو فاها جوزة كبيرة من الانتهازيين جاي فركس ومصالحهم كان حاشتهم برغبة حقيقة يفتغيل إدارة تنسية جماعة تنسية المجتمع المدين اللي تحب انت فما كفات ناقصها البلاد دي الدولة تقالوا موسيط وكل واحد يحترم وروح عنده شهريتك وعندك ابتيازات تأخذ أكثر منها من اللي ما ترهوش وما تطمع في شيء وفما دولة تراقب فيك استعلامات وأمن وقضاء ويدارة واللي تصور في بالك والرأي العام والصحافة ويتبعوك وتغلط تخلص كما جاءنا الوضع ذي رأينا في العاشسين ذي رأينا تقدمنا نحن نحن نعمل الوضع ذي في ثربة صغيرة ترجع في الدولة هنا نرجعنا عندما قبل السفر الحقيقة أسوأ فترة في اللي عشنا تبدأ واضحين معنا مش فترة أسوأ منها على الأقل فترة أنا سامحوني فترة جنون هذه فمحة شيخ لا تفسير منظومة الفساد بعد 2 أو ستبتمبر رأينا في انقلابة معاشفة من نجم وكانه في المرحلة مرحلة الجنون خذ فهم سؤال يسأل واحد بعقله ولماذا تعمل في الأجراء هذه مطلوب منك أجراء صغيرة تدخل بها تاريخ وتحسن وضع بلادك هذا الذي يحب نعمل وكان نجم يعملها رأينا بالمناسب برشا يقول هو بالمستوى التفكير هو العادي كان يبقى معنا سن محترم للدسور كما عرفنا رأينا وخلاف اللي يقول لكم رأينا يقبل لإحترم الدسور على القل من اللي بدنا في التعامل معه بعد انتخاب 2019 كان بقى في الوضع ذكر ووضعنا خير ورأي صارت انتخاب الشرعية أخرى ورأي هو رئيس ورأي ورأي غلبي مازلنا في وضع استثنائي ومازال متواصل وضع استثنائي هذا نذكره أنه البارح تم الإعلان على تمديد في حالة التوارئ حتى 31 ديسمبر 2023 ماهو السيناريو الموجودين وين ماشيين محمد عبد طبعا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يحرك الشعوب بشكل عام وفما الشعوب عندها خصوصية شعوبنا العربية الشعب في عام ونصف نرم المو في مجتمع أكثر وعي لا يجب شد حد كما قيس عيد بعد 22 سبتمبر لا يجب في رأي بقى على أساس الفكرة كون الناس تحسن وضاح من الاقتصاد والاجتماعي وليس لا تحسن خلينا نقول لكم تونس بالذات لدولة فهى ثروات مهولة مثل بترول قلنا نحن الطرف هذه حسن والتصرف لا تقلنا مهولة عمولنا ما قلنا ما عندك الثروات هذه بشجمة تعيش وتجاوز الاشكاليات عندك الصورة العامة بتع الدولة تجلب مراد داخلية وخارجية تجعل الناس على بداع فهى تقاتل الجامعة مشكة ما يقول وما خرج ناس بهين سيدي مشلة غلبية ما خرجت لك كفاءات في كل بلاسة في القطع الخاصة يخدموا في الوظيفة العمومية في القضاء في المهندسين في الأطباب في المحامين في اللي تحب نزي فهى كفاءات في البلاد اما يزم هالأمور تتطور القدام حاليا الفترة اللي عاشينها هى فترة عدم الوثوق لا في الاقتصاد لا في المستقبل لا في سقرار الدولة لا في سقرار القوانين سمحني بأنه مناسبة تحب تجيب استثمارات وهو كتو يعملوا شوية تصريحات من قبيل نواية الاستثمار معناه يعملوا شوية نية الاستثمار معناه بالضرور عملتوا المشروع وفي وسفو معهم تغلطوا لا أغلبية الناس لا يأتيوا للدولة كيفية تونسي يستثمروا فيها بالنسبة الاستثمارات الأجنبي بالنسبة لتونسي مراب عادي ويسنع الناس خمم بفلوس ويخم بشي خرج ويقرأ في حالة ثيقة في حالة تمأنية للقوانين مخالفة تماما وحالة استقرار حكومة استقرار السياسي واستقرار أمني والناس تحس بمان غير هذا معناه حتى مكانية بشيخش ويحصل بضعنا كيفية تصير هذا سير كي تبدأ مع قائل سعيد ما عاش في السير سامحوني انا بشيكون صريح ما عندي الرغبة لا يزيد لكم اكثر وقت يتناعمل حوار هو لن يتحاور مع أحد وما يفهم كان معناها ما يخاف على روح والله مهم للبلاد ولا اي حد ما كان قريب له هكذا في المناء على الأقل يظل العمر الصديق كانت واضح بشيخ مع بعضنا أكثر وكثري في تصوري اللي حشتنا به بعد قيس هو استقرار السياسي ما ترجاع حكم العصابات زادة قبل الإدارة مختص في القانون ويتفقوا مع بعضهم على سبل الرجوع للدستور 2014 اللي يا تونسي اللي تسمع فيه سمحوني إذا تعتقدوا كأنه مشكلة في الدستور رغم غلطوكم طبقة سياسية كاملة آخرها قيل سعيد وإن شاء الله في المستقبل تفيقوا معاش تصدقوا أي واحد يحكي لكم ما يحكي يعني العودة إلى دستور 2014 هذا يمكن خلينا نقول بداية الحل بداية الحل ليس وحده عند الزادان طبعا نرجع لدستور 2014 تونسي اللي اسمع فيه يقول لك ترجع للمنظومة الفساد يسمون نرجع لدستور 2014 أما ليس بمعضومة الفساد طبعا التفاصيل رائم عقد برشا هو نظمون لك شهر يبدأ الأمن محايد والقضاء يستفيد من الدرس حتى الأمن رب حقو إذا يفقوا خاصة القيادات سماح محمد عبوك نقول العودة لدستور 2014 أيضا للعودة إلى برلمان قبل 25 جول العودة لبرلمان روما حتى من ناحية سياسية قبل سيناريو قانوني لنجم العود وانتيخابات الشريعية هذه الاشكالية رائم عقد المسر عندي أنا في تصور وحكيت فعل حقيق قبل وحتى اكتبت أما خلي كل مرة يخرج واحد مبادرة وانتي خلي سيد على القانون العام في عالم والسواق كما قلت لك عميد محمين معهم حدي مثل إدارة مثل مستشار تشريع يقدم عبوث يتفق سبل الرجوع 2014 وإلتزم الجميع بذلك خطرة سبل تقتضي زاد موافقة سياسية أو توافق سياسي بعد ما يخرج الحل هذا إمكانية حل بالأمان بدسور طرحة مشكلة نحكي لك عن السور 2014 هي نوع ما التوافق فيما سيناريو نوصل به للنتيجة هذه انتخابات رئيسية أخرى وانتخابات إشراء أخرى لكن هذا الكل يلزم التزام أو موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد لا 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 إذا كان ما وفقش هو رئيس الجمهورية اليوم هو سورة أبيض كيف نرى بالنسبة لأننا ندعو للأشياء القانونية قيس سعيد في رأي ليس رأي الجمهورية بعد السلطة رأي مسألة ترتقى إلى مستوى الواجب الوطني والسكوت عليها ترتقى مستوى في رأي مستوى خيانة الوطن وانا رجح كانوا برشة ناس وقت ملوقات يعبروا الموقف المناسب ويأخذ القرار المناسب ليس معقول أن يحكم بيات بعد 22 سبتمبر نعم تقول جمعة 25 جويلة وانتو مصحاح أما قبل 25 جويلة كانت عيسى بيت وحكم كنت سكتي وبرشة منكم كان يحضر في روح وقبل 25 جويلة المشاركة معه في السلطة وبعد سقوط حكومة فخفاخ الذين بيات بطل ورغم ذلك فهم منكم لم يبطلوش لأن الناس يدوم وكلهم وليفركس على اعتراف به كانوا عنده تحليل رائعة جدا ويعرف لقاء سعيد شي ينقلب من لأنه حس ولا فهم نصح حتى تفهمين ويقعت ونص كانوا لم يعملون له أكيد فهم يسقلون ونص 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 لم يعملون لأ مشكلتنا كان الديمقراطية وفازدة مفارقة كبيرة وما تنجم تردنا متقدمين في حين ديمقراطية في العالم الكل متقدمة اقتصادية حتى كان بعض دول كما الهند وغيرها بشكل اجتماعي أما اقتصادية كل دول متقدمة كان المفروض كانوا ننوصوا التقدم الحاجز دون التقدم خبلها 25 جويلة هو غياب دولة قانون موسط وهي مفارقة ديمقراطية وغياب دولة قانون موسط جاء قايس عاي يدددد كل شي مش بشي بني ما يعرفش يبني هو أصل وهو أصل محطمة حتى الإدارة حتى التقاطم حتى محطمة في تونس أحكي مع أي حد يقول لك الهدف متاع الخروج وانا اقول لتونس نحيب فكرة الخروج ان شاء الله نبقوا في تونس ونغيروها ما ترجعش مضمت الفساد وما يبقاش نظام انقلابية سمحني ذايرها ومش تونس اللي صرفت عليكم باش في الاخر يجي أي واحد يحكي لكم حكاية كيما الحكاية البارح في الثكرة ويبقى معكم الرئيس على الأقل السبب بذين ما يبقاش معكم الرئيس وكانك تحكي على ثورة أو انتفاضة أخرى ضد المسار هذي اللي عاشين هنا فكرة الثورة دي ما عندي اشكالية معاها كونه فها دم سعى بالمناسبة ما نزمش نستهين وياسر بل حكاية الدم القلون اللي ريتو هنا شخصيا مشي تقدمش كالنيبرا وميابعة 22 سبتومبر راوها ذي ارتكب جريمة فاصل 72 واللي هي تعبى واللي هي الانقلاب معناها وحل محل السلطة أخرى شرعية ومعناها استعمالها اللي تروبل عبارة ثورة العربية ما هي المقصود بها تروبل وفوض اليسار 25 وغيرها واخذ السلطة خارج الإطار خطر فاصل مين لا يسمح له لابد صور ولا بقوني جديد من هذا القبيل أما يرجع السيناري الذي أعنو 25 الذي كانت معه ومؤسسات كانت معه وعند لماذا كانت معه وقت وانا احترم فهم كأنه نفذول التعليمات 25 حتى كان فاهم بعد تجاوز ومتعلق بغلق باللمان فقط أما وصلنا إلى المرحلة لم يعد السياسيين رأوا البديل عن هذا فهم مزوز بديل فهم البديل هو كما تحكي أنت خلي يجوع وان سيطين يدوروا علي لأن السياسيين معددهم صغير مهما يتلمون وانا لم يعد قيم وحرية التعبير وداول السلم على السلطة وليس هذه القضية وقت يتمسوا في القوت وما كان في تاريخ يتمسوا أكثر من الفترة سيطين لا أعرف الفترة على الأقل سيدي 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 ثور عمره ما صارت الوضع السيئ ليس كوفيد فقط وليس السوم قبل 25 جويل وضع مالي سيئ جدا رب شبد في بالك أما وصلنا الماء أكثر منه مؤسسات المالية الدولية لا يستطيع في تونس لاجه لا يستطيع في تونس الناس كلما تستان وصل نظام هذا مشكل في العلاقة بالخارج ونحن الدولة رأينا مفتحة الخارج ومعنا بديل على ذلك سيدتنا لا يدخل في قراراتنا أمر مفتحين على الخارج حاشت بسوية حاشت مرات حاشت على غالب ساعة بضمانة قروض عطونا قبل ضمانة قروض ربحتنا برشة فلوس حاشت بتمول على غالب حال تحلينا برشة في الجنب والتدايون كبير وصلنا للمرحلة مفهوم بأن هذا من جمش يمشي مع مرحلة قائص عيد إبعاد استقالته ساعة كان هو الأسلم إذا أجهزة الدولة يرى وكان يقع إبعاد بعد مطالبته وكان يرجع فصل 80 وينه لجرية هذه أنا لا أتمنى وما تصور شيء ومازال فيه سلاح فكرة لتطبيق سليم القانون هو أعلانه وكان هو رئيس سنعود أقول لتوانسر أني لم يشغل في حقه لا لدي مشكلة شخصية معها حتى قبل محترام كبير في بادي عبرنا ببلادنا كيف تقررنا الدولة للدرجة وتصرف علينا إلى آخر لتقابل بحكم أي واحد يجب حكم يعمل يحب تذكر قبل نظام الديمقراطي نظام الديمقراطي رأي حاجة ثمينة وعزيزة ونحن كي صار الثورة قلنا قلنا نبدأ واثنيا لنستوى بعد سنوات للتقدم لا صار على غالب حكم فساد وبرش اشكاليات وفزاد مشكلة ثقافية وعديد الاعتبارات سمحني طوما نجو ما نوصل فيها فرصة بش تنتهي المرحلة ونبدأ من نبنيه على جديد ونعود ذكر التوانسة جديد ومش عودة منظومة لفسات ومش ايقاف المحاكمات اللي يبدأ بعدها قايص عيد حبقول اللي هو في تحب وعمل كما تحب مثلا بتاع سيناريو بالله قاعد ما تروح اللي مات خذنوذكر به ومرة واحدة خذنو معلومة معينة ناس قول ما هو الحل للسوري تواس افهمونا روما عندكم حتى مستقبل التونس خارج دولة قانون موسيط يجيبون لكم الفكار قدش من الحزب سمعتوه يحكي لكم على برنابج انتخابي لانتو ما تسمعوه الساعة وتركزوا معاه ولا هو قادر بشي نفذه حتى كنواه طيبة فمن بالك اللي قادرين يتحيلوا عليكم لون كيف المرايلي الاشكالية كونه ما فهماش الاساس الصحيح متع الدولة هي كونه تكون دولة قانون موسيط وستقون يمبعد تتخلق الثروات معناش مشكلة متى كفاءات عنا مشكلة اخلاقية عنا مشكلة تغييب معنى دولة قانون موسيط زيد معها الازمة الثقافية المنتشرة في المجتمع هاي النتيجة متى تخلف وتخلف وتخلف قبل قيس عيد وبعد وفي مرحلة قيس عيد بعده ماذا بينا نتفقو نسكول على دولة قانون موسيط دولة قانون موسيط وقت النار رجعود دولة ١٠١٤ ويزن رجعود ومش معنى المنظومة السابقة فمشكونا حكاية على حاجة انا الحقيقة ترحت قبل ما عنديش علاقة مع حركة ناظرم اللي خرجها من حكومة فقفاق ما نحبش الحقيقة تكون عندي علاقة إلا بعض زملين قبلهم في المحكمة اذا فم احترام وعلاقات طيبة لكن فمشكونا هار طلب منهم كرسميا معناها مقابلة قابلناهم في بداية ٢٢١٢٠ قلت وانسا شو نقال وانسا طلبنا منهم أنا شو طلبت قلت شو باختصار يا سيدي تعرفش كيف نحنا نتبلغوا عليها وانسا قلت طول ما قلنا لهم سي راجل غانوش هو أحلى واحد في العالم الكل وانسا تبلغوا علي وفي سيد وكذا سيدي مش مشكل الخاتم صلحة البلاد نجمش يستقيل تعرف عشان كونه متورد في قضايا فساد مش الموضح لك سيدي غير ظالمين ومسا لنسا لنسا البلاد قبل أعطينا مظلمين وانسا اعتقد فينا شيء يعتقد لي يعتقد انت في المستوى في العمور قديد قديدك من المفروض هو كونه تمنع البلاد جوابهم مستعد للاستيقال ولكن ليس هكذا تعطي الاستيقال وفي وقت 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 باختصار فهمنا كونه يحب ويحميوه في المنصب هذي عن بعض الدول ربما وعلى بعض قوى هو مزال رئيس برلمان اعتقد البرلمان المزال موجود يستقيل يستقيل لكي غدوة عندنا حل لا يقبل الشعب لن يقبل بك المؤسسات لم تقبل بك لسبب هون يعود هالو توقض المنص يسيدي غالطين فيك ما يسيلش يشون المشكل انت يهم البلاد معناه بيش توقض انت يروح حاشك بالمنصب استقيل يا اخي فما مشكلة يسمعوني يقول عودة دوسور 24 هاش يعتقدون انت بشارجة رئيس استقيل مازلنا مواصلين معاكم محمد عبو الحوار فاصل صغير وهنا رجعين اشتركوا في القناة حامد عبو مرحب بيك مرة اخرى دونك بش نعمل ركاب صغير دونك تقول انو الحوار مع رئيس الجمهورية قائس السعيد ما عنده وين يوصل لانو ما هوش بش يسمع حتى حد وابش يوصل في المسار متاع وتقول ايضا انو اللي يوعد به رئيس الجمهورية من مكافحة فسد من اصلاحات من مكافحة غالق المعيشة ايضا ان زادا ما هوش بش يصير ما عنده وين يوصل والحل هو قانوني والحل في العودة الى دستور الفين واربعتاش ومش البرلمان متاع قبل خمسة وعشرين جويل ذالي هكا صحيح بذبت هكا صحيح لكن كله يقعد اكلام ومن الصعب يظهر لانو يسير هذي عمليا وانا زادا نحط روحي زادا معنا يسخرين يفكروا يقول لك شو الحل اي شو حلولهم ومن نوع العيطول يتحاور هالياتحاد مثلا اليوم طرح مبادرة عامل لجنة سياسية لجنة اقتصادية لجنة اجتماعية ويقول انه بش يطرح المبادرة هذه على رئيس الجمهور شوف انا بالنسبة الموضوع الاقتراحات الاقتصادية انا في رأي الخاص انا راني معاه ضدهم تماما الحكاية دي من اللي صارت الثورة فاوض مع الناس مع النقابات مع المختصين ويجيب حتى اللي تحب انت يشاورهم في الاخر عندنا قرار قابل التنفيذ بشي نفسه هكذا تبشي الامور ويكون الوحيد الذي عمل محاولة بتجميع الناس على السلاحات اقتصادية هو سيماد يجمع 2014 الناس لا يكمل هكذا المبادرة انا الحقيقة كنا نحن شاركين فيها وفي كل اللي جان ويجيبين مع عندنا مقترحات حتى ملعبات شفناها لك عليش يذكرني زادة عام 2012 كينا كنت في حزب يراك ويشارك الناس كل فيه انا ما شاركت شاركين لدارة حتى الحزاب وما عطلهم ارغل انا وقتها في حزب انا عطلهم سامحوني عندكم مختصين يجيوا بصيفتهم مختصين هكذا ليس معلومة يضد الحزب لأنها في قلب مانظومة الحزبية مالحظة انت وستقل ومرأس ديمقراطية دون حزاب فالموضيع التقنية هذه خلالها سامح للتقنية في الاخر في مقارات سياسية رأيك بشي تاخد شفت اكبر مشكلة اليوم هي مثلا حكاية الدعم ومشكلة كان يتناحها الدعم ويمش المستحقين متعطين يقول فاة في تريك فما يقول فاة في العلن الاخير تعملها اما وقتها تعملها في مناخ غير هذا تعمل في مناخ كما يبشي دورها لك العباد وانتي يتوى في حالة انهيار في كل شيء اما هو كان يجب أن يتعمل بسر يجب أن يتعمل لماذا تعييت لنا بشي مفق معك بلك شنا عندي رأي اخر كحزب وتوانسى الصوت لك انت برعام برنابش نحنا جينا في ستة شهور برق عاركة كبيرة تفويت في المؤسسات العمية عاركة كبيرة عاركة كبيرة نحنا عاركة كبيرة تمويل بغتر بصارة الكوفيد وكذا كان بيعنا روحة لنا مشاكل تروحة تقبل في حكومة سيوسف شهر موقفنا رأينا يجينا معاكم بسرحة نالكم بيان متاعنا بتاع الحزاب هو لعدم تفويت في المؤسسات ذات الاستراتيجية وذات الاهمية وكذا كبشينا في تجاه منطق الاسلاح وعملنا بمشاريع بتاع السلاح وقد تراجع فيهم بعد هذا موضوع ثاني كالحمل هريخ نحكيو فيه حاجة صغيرة على الأقل اللي قدرنا عليها أما الفكرة هي أسلاحة ومشت تفويت لو كتمشي حسب برامج كل واعتب لها توانسا في الانتخابات ومبعض كتبنا مجموعة بتاع حزاب هاي الوثيقة اللي اتفقنا عليها في الشهر وفي جمعة في اليهوى اللي بناشيين فهي في الانتخابات وصوتونا توانسا محترمين للرام تعالى ويداد يدعمونا فيها تفضل بشي نعملوها أما يتفقوا الناس كلها على حلول نعمل حلول لنعرفوها بشي نعملوها بشي نعملوها ببيانات هذا بشي نعملوها وكل واحد ومصالحه ومشي نعملوها الموضوع هو سياسي وقايا سعيد رامو وشي نسمعكم قل لي خليني أنا نربح وقت ونزيد نعمر الضغط الداخلي والخارج عليه رانما نش ناس متشدين وخللي ناس خلين متشدين خللي ناس خلين متشدين ثم متشدين أما في الأخير على الأقل يكون واضح أنتكم رامو وشي عاي تلكم شون تفوضوا معكم هو أصلا ما يتفوضش وثم غالطين فيه ويوكن نحن بيدنا ما كنش نعرفوها رو بالحق رو أقرب الناس لي ما كنش نعرفوها أنا منيش أقرب الناس لي أما أقرب الناس لي اليوم أصحاب مشاركي ما يعرفوهش تنسي صدمت به وواضح اليوم سكر مو يعاني بالبعض الأشكاليات ما يحب يسمع حتى أحد يعني يحب ناقش حتى أحد هذا هو واقعة ونستوى حاليا قل لي مأساة عايشينها طبعا هي مأساة أي ما تقول قايل إلى متاب ما عدت بش نواصلوا في هذا لا وقلي يفهم الناس كل الكون من جموش نواصلوا في العبثة ذاية تسمى عبث بالدول أنا سمى خيانة بصراحة المواصلة في العبثة ذاية خليني منهو أنا مانديش نحكي هناك حكم قيمة عليه أما أي حد يساهم حتى يسكوتوا معنا في الوضع ذاية في المواصلة نقول له ريخي تقول لي تترجع مضوما السابق سمحني نعم نذكر أغلبية التونس كدما تصوتوا الفساد ودخوه كان يجي نعملوا إحصائيات أغلبية الناس يصوتون وطرقة وأغلبية التونس اللي بشاو صوتوا صوتوا الفساد واللي ما صوتوهش مجموش يدعبوا بطولة أنا نجي براك قاعد في الدار ما عندك ما تعمل أكيكا ولا معينكش لأغلبية التعبر حتى موقف اللي هبتوا صوتوا أغلبية تصوتوا الفساد خليما نعرفوش دي ما يسيش غلطوكم وغلطونا 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 مش مشكلة أي مش نبقوا في هذا دونك يجبنا حلول حلول يجب ناس كل تتحرك في وقت الماء يقولوا لا للعبث ولا للانقلابات وحاجة أخرى تعلموها لأولادكم لا بش مسبوكم ش نهر آخر ربك تسمح بانقلاب اليوم ورابش يولي مبدأ في تونس ويولي اللي يقوم السباح وقتا يولي يحكم ويولي تعودوا على عقلية معينة ما فما شي خارج القانون كل شي داخل القانون اللي يخرج يأكل معنا نحنا بأجهزة الدولة هذا ما تمناه بكش شعب يتحرك هذا نجم قول لك بكش رأنا والله ما شي لا تخلط يرحنا مشكلتنا مع النهضة واللي قبلها ومش نهضة بركوا مع أغلبية اللي حكمه هم كونوا استغلوا سلطة وخرجوا عدوا صورة وعلى القوانين وخدموا مصالحهم وكل شيء وما حاكمهم حتى حد هذا ليس كين قبل 25 يتوى أكثر من الهكة توى الانقلاب على الدولة والفساد بيد واللي يجيبش يوعد به بشيقامه مقاوموش ومحاولش مش مقاوموش محاولش معمل حتى محاولة حاولت جديه لا مكان مفهمها سبب ما دولي ما يسمحلوش ولا مش ما يسمحلوش خد كان حاجته هو ورأو عملها امتي طوى سمحني زاد فاقد شرعي متاعك بسلت نجم تقول لا لبعض القوى كذا تقول لك هذا ما يتمسش يعني فما قوى خارجية قاعد تأثر يمكن على قرارات نجم بخاطر هم رأو مش المرة دي ما يتدخل رأو لعلمك في العشرة سنوات زاد بشد ووضحية دي ما يتدخل وتألم هيا الحكاية بتدخل هذول يستنسنا بها من القرن 19 يبدأ في بالك من القرن 19 نعم القناة تذكر الثورة تعليب نغضام والقناة التي يتدخل ولم يتمسش المسجين ولم يتعذبهم ولم يتقتلهم ولم يتعذبهم ونحن هكذا تمنينا وبعد ثورة الحقيقة ما كنا هكذا فما شكون فينا ميل هكذا ويدخلهم وكذا حتى جينا في 2014 بدأت العركة على الانتخابات وبدأت هذي يتمول هذي يتمول هذي يتمول هذي كثاب طبعا لم يوجد حتى أشكال معنا بداية من 2014 قبل ينصير فما قوى أجنبية مولت أما تدخل مباشر الحقيقة ما كنا نشرف فيها ما صفرات تدقوا الباب وتسمع وتحكي من هنا ومن هنا هذي كره وجلسة من العمل متاحهم فما قوى معينة يخاف منها ماذا بها لا تصير فوضى في تونس ونقول الأسباب المباشر لا تمسهم ولا يمسوك كيف قال لنا من لا تمسهم ولا يمسوك نحن حاشتنا بدولة قانون وساد لا تمسهم ولا يمسوك كما القانون انتبق عليك وعليهم لأنهم لا تحاسبوا ويرتكبوا منهم جرائم على فساد لسبيلة لأنهم يخرجوا منها لماذا بعد عشر سنوات انتظروا مالا مجموعة من الانقلابات نجم تصير في تونس وكل مرة تراف قوي يخرج ويحكم لك في البلاد ماذا هو المآل هكذا معنا توفى من الناس ولا تفرقس في تفهير ديني أو متافيزيك معنا يا رب يكتب لنا ذايا في عيننا ذايا في عيننا نحن اللي وسطنا قبل 25 حكم عصبات وبعد 25 حكم الجنون أنا سميه وسمحوني والله شكرا لك محمد عبو نشكرك برشا على حضورك معنا وعلى كل ما أفتنا في الحوار تنجم وتعودوا تشوفوا تسمعوا على الباجو في سيل متاعنا شمس